السلام عليكم ومرحبا بكم في القناة انتمنى ان شاء الله تلقاكم هاد الفيديو كامل بخير وعلى اخر اليوم اجبت لكم وصفة تعرولي تعلي اسكالوب يجيب السلق والفخوماج والصوص غوج انتمنى ان شاء الله تعجبكم الوصفة تعليوم اذا عجبتكم ديروا لي جام ابوني وضغطوا على الجرس باش يلحقوا مقع جديد وهنا هنجاوب يعني واحد المشتري كسقستني على هاد الفخوط واق قتلي مني نشريته وش حال بان هاد الفخوط واق يعني شرها راجلينة ما كنت معاه شرها من واحد سوبيرات في بير خادم يدير ميل سانسان يعني مية وخمسين الف بزاف هايل ولقيتو يعني خر من الفخوط واق العادي كي مراكو تشوفو يجو فيه زوج حاشاكم هادو منشاشف وتغلقو عليهم فليكوتي ما يتنحوش فاسيلمان وتحبو تاني تنحولو كامل البغا تعبو تغسله ولا ترغونوه وتاني ينقص في الطول كي ما تحبو وتحبو تديرو الطول يساعدكم يعني يقصار ويطوال على حساب انتو ما وش تحبو يعني خرم الفخوط واق العادي اللي يطير لكم حاشاكم النشاف واشاك فوا عاودي يسقميه وعاودي يسقميه هادا بزاف هايل دايرة يعني الوحدة للمسيحة على الارض ووحدة دايرتها للحيوط وين ما نلحقش بلا سلون بلا والو بهاد الفخوط واق نواسي كلش وعندي ثاني هدايا تعشر شوبة كي ما يقولو لهم بزاف هايل ثاني دا لقيتوهم غير شروهم والله ما تندمو عليهم كي ما راكو تشوفو راهو قعم سكوتشي يعني من اللي تزوجته هو عندي وما حبيتش نرميه يعجبني بزاف ويخسلي البلافون حطه ندير فيه لوت جابل وكامل نجوز على البلافون تقولو كامسي يعني حكيتو بالحبل ولا يخرج البلافون حطه وهامليك هدو هم الثلاثة اللي نستعملهم اني معلقتهم يعني في الصالدوبة يعني كي نكمل بيهم نخسلهم نخرجهم البالكونين نشفو وكي نشفو ندخلهم ونعلقهم كي ما قلت لكم في كل فيديو يعني نجاوبكم على الاسئلة اللي نلقاهم في الفيديو السابق وهنايا نروحو نوجدو لرولي تانا هنا حنوري لكم المقادير يعني في طريقة التحذير هكا بش ما نطولوش في الفيديو وميجيش سامط هنايا قدرت في مقالة شوية عزيت البصل قليتهم ملح ومن بعد نزلتلو سنينة تعدتهم فلفل عكري الملح فلفل الكحل وسكنجبير نقليهم يعني هكا غير شوية مش يحتى يتحرقوا لي هدو كلي زي بيس ويمدوا لي القوتع المرورية نقليهم ومن بعدها ضفتلهم يعني ربطها تع السلق كنت خصلتها ملح ملح شللتها وقطرتها نحطها تتقلى معاهم ومن زيد لها لا مالا والو السلق راح يطلق المال تاعو ويطيب لي يعني في هديك المريقة تاعو ودايمن ما تكتروش الملح بسك السلق ما يحبش الملح بزاف وصورتوكي راح ندير يعني اللورولي تاعي بالفخوماج راح يجينا يعني متوازن لو كان تكترو الملح يجيكم مالح نخليها ابتي في يتقلى لي كما راكو تشوفو هنا يا راهو دبالي كامل هديك الربطات على السلق ولي يعني ما فيها والوت ولي غير شوية وكل واحد يدير الكمية اللي تساعدو هنا يا هاوليك نزيد نخليه يتقلى شوية يعني حتي نشفلي تماما من هداك المال اللي كان فيه هاوليك هنا يا راهو نشفلي كامل نخليه يبرد ومن بعدها راح نوجد الرولي تاعي هنا يا نحكم ليزي سكالوب تاعي مخسولين يعني وكامل نحكم الفخوماج يعني قيطة هكا انا نستعمل لبربر فيه بنا هيلة نفتو يعني كامل ما ندير شغل في الديبو ندير في كامل لسكالوب تاعي هكا باش كي نقسمو يعني يجينا شكل شباب من الداخل يبقى لنا الرولي هادك تاع الفخوماج والسلق ما يجينا شغل في الديبو ومن بعدها يعني تشوفو في الشكل في الاخر كيفاش نقسمه لكم كيفاش يبن يعني هادك الرولي شباب على هاتش شكل نكمل كامل هادك الفخوماج والسلق على السكالوب ونروليه ونحكموه بالخيط وهنا كي ما راكوا تشوفو هادك الخاتم العاجيب اللي رانيت ديراته يعني تعولي دي القاه في الكيندر درتو ونسيتو في يدي حتى كيكملت كامل التصوير باش كي شفتلي فيديو تلقيتهم باللي راني كنت لابسة هادك الخاتم وهنا نربط كامل لرولي هادك باش ما يتفتح ليش وما تخرج ليش هادك الفخص اللي درناها ونكمل كامل لازي سكالوب التوعي بنفس الطريقة ونربطهم ثاني على هاتشكل هنا ياراني كملتهم كامل نحكم المقلة ديالي ندير فيها شوية زيت ونحط لرولي التاعي تقلة يعني على نار متوسطة باش يطيب لي وكي ما تعرفوا اللي سكالوب تم تمي طيب ونحمرو كامل على قعلي كوتي يعني نحمرو مليح باش يعطيناش شكل شباب والبنة ثاني وامامتهم هادي كلاسوس تاعنا راح تتكرمل على هاتشكل هنا بدوا يتحمرو لي نكمل نقلبهم اشك فواح تا يتحمرو على قعلي كوتي كي ما قلتلكم وهنا هاملك بعد ما تحمرو لي نحيهم المقلة نحطهم في طبسي على هاتشكل وفي نفس المقلة ونفس الزيت ما نحيها ما نخسلها ندير فيها لاصوس ديالي اللي هي حبة طوماطي شرابي ووريقات تاع الزيترا وسكنجبير فلفل عكري الملح وشوية عفلفل لكحل يعني نفس الزي بيس اللي درناهم فلافخ ستاع السلق ونخليها يعني تتقلى و تتجمر مليح مليح من بعد ما نضيفلها كامل هادا كلورو اللي تاعي نحطوه يتشرب هاتي كلاسوس هكا باش يعني يجيني بنين ويعني رولي بلاسوس طومات يجي بزاف بنين سيوه ويعني والله ما تندموه أنا هنا بس كي راجلي ما يحبوش بالشامبينيون وما يحبوش سوس بلانش تاني كامل هادا كلورو يجي بزاف بنين يعني اشك فوان ديرو يجي بزاف بنين نمسحو الطباسة ونخلوه وحنا يا هاوليك بعد ما طابلي خليتو تجمر لي مليح هنقدمهولكم في الطبسي ونقسمهولكم هكا باش تشوفو كيفاش يجي من الداخل يعني تقدرو تحطو حتى الضياف يعني حاجة بخيزونطابل وبنينة وصحية كما تعرفوا السلق بزاف مليح الاستوما مليح يعني الانيمي مليح البزاف عفايس وهنا رشات عمعدنوس هكا حتمدلو يعني منظر جاميل هاوليك كيفاش نقسمهولكم يجي الطريق ويبنين والله ما تشبعوه هاوليك لورولي تعنا من الداخل علش قوتلكم يعني كيتديروا الاسكالوب كيتديروا عفوا السلق وليوه كامل على الاسكالوب باش يجينا يعني المنظر تعوش باب من الداخل على هات الشكل وهنا يا البنات لحقنا لنهاية الفيديو نتمنى ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو تلاقوا في فيديو جديد ان شاء الله سلام